هذه أبرز العناوين فالتوحي المنتخب المغربي تغلب على الأجواء الصعبة في الكونغو وأتمنى أن نبلغ نهائية كأس العالم عجل خالي لوزاتش يفشير غضبه على يصفن صاري بسبب أدائه وهذا ما وقع مدرب تونسي يحذر الأصود من فخ مقدونيا أمام إيطاليا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فالتوحي المنتخب المغربي تغلب على الأجواء الصعبة في الكونغو وأتمنى أن نبلغ نهائية كأس العالم تحدث إدريس فالتوحي لعب السيلية القطر عن المواجهات المرتقبة بين المنتخب المغربي وضيفه الكونغو الديمقراطية لحسب إيابي الدور الفاصل المؤهل لمنديا القطر 2022 وقلف التوحي في تصريحة لموقع في القول المصري هناك تخوف بعض القرعة خاصة من المباراة الأولى التي أقيمت في الكونغو لأن الأجواء معروف أنها ستكون صعبة وأضف الحمد لله منتخب المغرب تغلب على تلك الأجواء وعاد بتعادل إيجابي سيكون مفيدا قبل مباراة الإياب على ملعبنا وأمام جمهورنا وتبا أتمنى من الجماهير أن يكون الملعب ممتلئا بأكمله من أجل دعم اللاعبين وخطف بطاقة التأهل حاليا لا أطالب بالأداء الأحسن رغم تقة أن المغرب يملك أفضل من ذلك وما نتمنى هو بلغ كأس العالم واختتم منتخب المغرب مميز من الناحية الدفاعية ولا يستقبل كثير من الأهداف هذا أمر مهم قبل لقاء الإياب أما في الناحية الهجومية الأمر أقل نوعا ما لكننا كل ناطقة في اللاعبين ومن المنتظر أن يحسم في هوية المتأهل للمحفل العالمية غدا التلتاء في مواجهة الإياب التي سيحتضنها المركب رياضي محمد الخامس في طار البيضاء انطلاقا من الساعة السابع والنص بتوقيت غريناتش علما أن مباراة الذهاب انتهت بهدف لمثله عجل خليل الزيتش يشهر غضبه على يوسف انصيري بسبب أدائه وهذا ما وقع عقد الناخب الوطني وحيد خليل الزيتش اجتماعا فنيا مع آضاء الطاقم التقني للمنتخب قبل استئناف التدريبات بملعب الأبجيكو بالضار البيضاء استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية غدانت ثلاثاء برسم إياب الضار الحاسم لتصفيات كأس العالم وكشف التقارير إعلامي أن خليل الزيتش عبر عن غضبه الشديد من الأداء الذي قدمه يوسف انصيري خلال مباراة الذهاب أمام الكونغو الديمقراطية ما جعله يتخذ قرارا بإجلاسه في مقاعد البودلاء في مباراة الإياب ومن المرتقب أن يعتمد خليل الزيتش خلال مباراة التلاثاء على تنائية أيوب الكعب وطارقة سوداليا لقيادة هجوم الأصود بدل تنائية يوسف انصيري ورايان ماي يشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي ونظره الكونغولية ستجرى على أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء انطلاقا من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غدنا التلاثاء مدرب تونسي يحذر الأصود من فخ مقدونيا أمام إيطاليا حذر أحمد العجلاني المدرب التونسي السابق لأن يتحط تنجو أولمبيك قريبا المنتخب الوطني المغربية من الفخ الذي سقط فيه منتخب إيطاليا بالإقصاء أمام مقدونيا الشمالية وعدم الترشح لكأس العالم قطر 2022 وقال العجلاني في تصريح أدل به لقناة الرياضية أن الأصود مطالبون بالتركيز منذ بداية مبارتهم المقرر غدنا التلاثة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية إلى جانب عدم التصرع والاندفاع البدنية وأضاف المدرب التونسي أن المنتخب الوطني سيتوجب عليه التسجيل مباكرا مع عدم تلقي الأهداف بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بعد تألقه الكبير ارتفاع القيمة التسواقية للاعب رجاوي يواصل محمد زريدة لعب فريق رجاء الرياضي لكرة القدم تألقه بشكل كبير رفقة النصر الخضر خلال فعالية البطولة الوطنية ودور أبطال فريقيا خلال الموسم الحالي وشاهدة القيمة التسواقية للاعب زريدة مؤخرا ارتفاعا كبيرا ليصبح بذلك من أغلى اللاعبين في الفريق الأخضار وكشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات أن القيمة التسواقية للاعب زريدة انتقلت من 775 ألف يورو إلى 1.2 مليون يورو وكان الناخب الوطني الحسين عموتة قد وجه الدعوة للاعب زريدة للمشاركة في المعسكرة التدريبية الذي تجريه الأصود المحلية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بدربانون يقترب من العودة إلى الملعب اقترب الدولي المغربي بدربانون مدافع الأهل المصري من العودة إلى الملعب من جديد بعد فترة من الغياب بسبب المرض وكشف الإعلامي المصري محمد شوبيرا أن بدربانون يتأهب للعودة من جديد إلى الملعب بعد تحسن حالته الصحية ومعلوم أن بدربانون يعاني من مضاعفة إصابته بفيروس كورون على مستوى القلب وهو ما أبعده عن الملعب منذ مطلع العام الجاري سكالوني يدعو إلى الاستفادة من وجود ميسي من دون التفكير بما سيقرره لاحقا دعا مدرب المنتخب الأرجنتيني ليوني سكالوني إلى الاستفادة من سحر القائد ليوني الميسي من دون التفكير بما سيقرره نجم باريسان جرمان الفرنسي بشأن مستقبله مع بلادها بعد مونديال قطر نهاية العام الحالية وبعد الفوز على فنزويلة بثلاثة الاسفر في تصفية مونديال قطر والذي تأهل إليها الأرجنتينيون قال سكالوني أن ميسي سيجلس للتفكير بمستقبله بعد النهائيات ثم قال يوم الأحد من مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل اختتام تصفية أمريكا الجنوبية المؤهلة لقطر 2022 إنه بعد المونديال سيتعين علينا تقييم الوضع لكن في الوقت الحالي دعونا نستفيد من وجودها وبعد الفوز على فنزويلة على ملعب بومبونيرا في بوين سايرس قال ميسي إنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله بعد كأس العالم في وقت أشهر الزميل في سان جرمان أنخل دي ماريا إلى احتمال اتزاله أيضا وقال ميسي الذي سجل الهدف الثالث لبلادها بعد المونديال سأقوم بتوضيح أمور كثيرة بصرف النظر عن النتيجة هناك نأمل أن تكون الأمور جيدة ويأمل ميسي في إحراز لقبه العالمي الأول بعد أربع مشاركة مونديالية أبرزها في 2014 عندما حل وصف لألمانيا بعد التمديد وردا على سؤال حول مخططاته المستقبل قال لعب برشلون الإسباني السابق الذي سيبلغ الخامسة والثلاث في يونيو المقبل لا أعرف أفكر بما هو قريب وهي مباراة الإكوادور الثلاثة المقبلة هناك بعدها مباراة التحضير في شتنبر وأكتوبر ثم هناك المونديال وبعدها لا أعرف وتابع أنا سعيد هنا منذ فترة في الأرجنتين من الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور والمنتخب والفوز بكوبة أمريكا مع هذه المجموعة الرائعة ووضح صاحب الواحد والثمانون هدفا مع الأرجنتين أن الفوز في ملعب بومبونيرا كان هاما لتوديع الجماهير لأننا لن نلعب هنا قبل كأس العالم أما ديماريا فكتب على الإنستغرام بعد مباراة الجمعة التي سجل فيها هدفا أيضا ربما كانت هذه آخر مباراة اللي في الأرجنتين بهذا القميص لكن سكالوني لا يريد أن يفكر بالمستقبل وقال دعونا نستفيد من حضورهما الرائع إذا كانت هناك فعلا آخر مباراة اللي في الأرجنتين فقد كانت مباراة حلم سجل ديماريا هدفا ومار ركرة حاسمة وحصل على تقدير من الملعب بأكملها واختسم سكالوني بالتأكيد هناك عمر لكل شيء والوقت يمر لكن يجب أن يكون متاحين وأن يدرك ذلك اشتركوا في القناة